السلام عليكم أصدقائي كيف كون يا رب تكونوا بخير بفيديو اليوم عنا كزا شغلة اللي احنا عملها منا الترويقتي لليوم طريقة عمل شاي الورد مشترياتي كمان ومجالات الدعاية بالسوبرماركت الهولندي اول الشي اللي احبلش بالترويقة عندي كاسة مثل ما شايفين لحط فيها ملع تاني كبار من اللبن اليوناني متابعيني من مصر اللبن نحنا نقصد فيه باللبنان مش الحليب اللبن الزبادي او اللبن الرائب طبعا بتخلي انا واجبتي تكون كاملة متكاملة فيها مواد وعناصر غزائية كتيرة من هيك لحضيف عليها شوية شغلات اول شي ضفت السيمسون طبعا حكينا عن السيمسون قدائي له فوائد غزائية وكمان انه غني كتير بالكالسيوم وفوق منه انضفت كمان ملع وشوي من جوز الهند فينا نضيف كمان فوائقها مجفة فيه انا اخترت اليوم الزراشك الزراشك منتج ايراني متله متل الزعفران وكمان مشهور بالمطبخ الايراني ملوز بيب هو نوع من انواع التوتيات بيجففوه وطعمته بتجي شوية حامضة لزود الايمي الغزائية والنكهة الطيبة لو اجبتي كمان اخترت النضيف التوت الازرق التوت الازرق موجود كطازة وموجود كمان كمجمد بالفريزر انا فضل اشتري المجمد وحطه عندي بالفريزر لوقت الحاجة طبعا انا استعمالي يومي تقريبا للتوت الازرق لحصة الفواكه الموجود لازم اكلها يوميا بفضلها ان تكون من التوت الازرق طبعا باكل فواكه ولكن لانه هو نسبة السكر فيه قليلة فدايما هو الافضلية لقيله وكمان نزود الايمي الغزائية شوية مكسرات اخترت الجوز طبعا الجوز كتير مهم لصحة دماغنا ولحتى عقلنا يشتغل بصاح ولحتى ما ننسى وبالمستقبل اذا الله مد بعمرنا ما يصور عنا الزهايمر ولنكهة اكتر ولفوائد اكتر كمان لحضيف شوية ورد مجفف صراحة هيدا الخليط المكز اللي حطته انا بصحني اليوم بعد ما خلطتم كلهم على بعضهم كانت ترويئة بتجنن قدمنا طيبة منصحكم انتو كمان تعملوا هيدا الترويئة خفيفة نظيفة مفيدة ما بتاخد منكم شغل مجرد شغلات طيبة بنحطها فوق اللبن وكانت وجبتنا جاهزة امتبعيني من زماني بيعرفوا قديش انا بحب الشاي وخاصة شاي الاعشاب العطرية اليوم رح سوي انا وياكن شاي الورد بقصة شاي بثلات الورد الجوري او بثلات الورد المحمد كل واحد بيسمي شكل عندي بريق لحط في ثلاث ملائع كبار الملائع اللي بناكل فيهم من هيدا الورد المجفف بنسخن ماء لنعمل شاي ما توصلوها لدرجة الغليان قبل الغليان بشوي لحيطلع عنا الشاي غير شكل بعد ما ضفت الماء هلأ لحطوا على الشمعة وتركوا تقريبا لمدة عشر دقيق لحتى يحل الورد مع الماء بيكون عندي صار الشاي جاهز طبعا هيدا الطريقة بيستعملها مع كل الاعشاب العطرية من اعمال شاي ما بنصحكن ابدا تحطوا مثلا الورد مع الماء وتغلوه على النار وتاخدوه يغلي يغلي لا لازم تعملوه بهيدا الطريقة لتحصلوا على النتائج الصحية وكمان على النكهة الطيبة طبعا هيدا النوع من الشاي مش بس للترويقة فينا نشربه بأي وقت كان بيعطي هيك هدوء للجسم وكمان قبل النوم كتير حلو لانه بساعدنا على الاسترخاء وبساعدنا كمان على النوم وهيدي وجبة اللبان فينا نحنا نختار العناصر الغذائية اللي بدنا نضيفها فوق منا وكمان مش بس للترويقة الصباح كمان بتكون وجبة خفيفة للعشاء المساء تركت الشاي بالماء المغلية لمدة تقريبا عشر دقايق وشوفوا هاللون الحلو ما شاء الله واذا بقلكم الريحة بالمطبخ ريحة ورد جوري غير شكل طبعا ما بقلكم عن النكهة الداهية طيبة واضافة للفوائد الغذائية الموجودة به نفس نبتة ورد الجوري كلها انتقلت لك ببيت الشاي حتى نحنا لما نشرب شاي او اي شي بدنا نشربه لازم كمان نشرب شي بغزة جسمنا مفيد لاننا واليوم ايجا عبالي كمان اعمل لبنة طبعا اللبنة عملتلكم اياها انا ونزلتلكم اياها على القناة واليوم اللي حارجع نزلكم اياها من جديد باي مصفاية موجودة عندك حطيها بهيك جات لحتى الماء كلها لحيتجمع فيها وعندك محارم المطبخ خوض المحارم اربع خمس ورقات ست ورقات حسب ما بدك حطيهم داخل المصفاية ولا اسهل من هيك يعني كيس اللبنة استغنينا عنه وما في داع نفكر بكيس اللبنة وبعد ما نعمل لبنة كيف بدنا نغسله ونعاكمه لك لي نكس وانتهى الموضوع واي نوع لبن متوفر عندك مش شرط يعني يكون لبن يوناني اي نوع لبن انت بتاكل منه بتحبيه جيبيه منه وسوي نحنا كالبنانية لازم بمطبخنا يكون فيه كاسة زعت رزاد وصح اللبنة بالبراد البراد اللي هو التلاجي يعني هادي اساسيا عنا بالمطبخ جينا عالبات من الشغل من المدرسة من ون ما كنا ما عاملنا اكل ما عنا اكل ساندويشة زعت رزاد او ساندويشة لبنة هادي الاساسيات لازم يكونوا موجودين يعني بكل بيت لبناني ها شغلتين موجودين كاسة زعت رزاد وصحن اللبنة بالبراد اكتبوا لي بالتعليقات منهم بتتابعوني وانتوا شو عندكم شغلتين كمان بتكون موجودين بالمطبخ لوقت الحاجة طبعا متل ما شفتوا كل ما حطوا شوية لبنة او لبن برش شوية ملح عليهم اي نوع ملح انتوا متوفر عندكم وهيك لحتى خلص الكمية اللي بدي اعمالها انا متل ما قلت لكم اللي حاعمل بس سطل ونص مش اكتر وكمان اللي حغطيهم باربع خمس ورقات وكل نصف ساعة بعد ما شوف انه المحارم منفاق انت عبت ماي منتصت نسبة ماي كتيرة بشيلهم وبرجع بحط محارم جديدة وان شاء الله بكرة فرجيكم كيف صارت اللبنة لانه اليوم ما اللح الحق سويها لانه بتا تاخد تقريبا اقل الشي 20 ساعة اذا مش اكتر يوم كامل لحتى تنشف حسب ما بدي سماكة انا اللبنة بدي اياها كتير سميكة بدي اياها شوي سميكة يعني حسب ما نحنا بدنا اياها احيانا لما ما بيكون عندي لبنة بالبات وجاي عبي لقيكم اللبنة ع السريع او ايجان الضيوف مثلا ع السريع للترويقة وبدي حط لبنة فبستعين باللبن اليوناني متل ما شفتوا انتوا اللبن اليوناني بيكون كتير سماك فبستعين فيك صاحن لبنة طبعا مش لبنة ناشفة مثل ان احنا اللي عم نعمله هلا بس بتقضي حاجة ونحط عليه زيت زيتون وشوية نعناع يابس وبيكون عنا صار باسرع طريقة صار جاهز هيدا اذا بدنا ناكله باللقمة اما اذا بدنا ناكله بالكسندويشة فما بينفع لانه في نسبة بعض سوائل كتير الخبز يداري لحتى شتيش وما لحي مشي الحال شوفوا بعد ربع ساعة هيدا الطبقة عن جد حبات فرجيكن اياها انتلت ماي وحتى الطبقة التحتانية هلا اللي حبدلة وهيدا نسبة السوائل اللي نزلت منه طبعا انا احيانا هيدا السوائل اللي بتنزل منه بيعجن فيها بس اليوم لح تخلص منها لانه ملح يعجن وفرجيكن بكرا النتيجة مع اللبنة هلأ خلينا بالمشتريات لحاول قد ما بقدر اني فرجيكن مشترياته لحتى انتو كمان تاخدوا فكرة اذا نحنا بدنا نبدل اكلنا من اكل مصصحي مشترياته المصصحية لمشتريات صحية قدر المستطاع انا معا بقلكم مية بالمية بس دايما نحنا بنحاول للافضل هيدا النوع الماكروني طبعا انا بطبخ معكروني ان شاء الله بعملها انا بياكن هيدا النوعية وهيدا البصل طبعا هيدا النوع البصل بيختلف عن البصل العادل اخضر لمناكله هيدا كتير بيجير فيه والدقيق يعني البصل الخضرة كتير رقيقة منه وطيب كتير مع اللبنة ان شاء الله بكرة بس نزلكم فيديو اللبنة بعد ما صارت بتشوفوا كمان كيف بعمل اللبنة بهيدا النوع وطبعا هيدا الورد الجوري المجفف اللي عملت انا وياكم ببداية الفيديو الشاي فيه هيدا هو المنتج الايراني اذا في حدكم منتجات ايرانية صراحة بنصحكم فيها طبعا عبتان زيت زيتون او انينتان زيت زيتون ما تصوروا بالفيديو بس موجودين هلأ وهيدا كمان التوت الازرق هيدا هي كمان من السوبر ماركت بلس اللي دايما بشتري مننا غراضة معروفة عند كل الهولنديين بكل المناطق الهولندية موجود والكينوة بكل الحالات تعرفتوا عليه صارت تقريبا كل عشر ايام هك فترة لازم جيب كينوة جبت كمان نوعين طحين طحين الامح العادي كمان جبته عضوة وطحين اللي هو الحنطة طبعا انا طبخت انا وياكم الحنطة الحب الحنطة نزلتها باكتر من فيديو ولكن كنت عم ببحث او عم فتش على الطحين الحنطة اللي جربوا انا وياكم بالخبز وعطيكم رأيه ان شاء الله من اعمال وحصوركم فيديو وقالكم عن رأيه فيه طبعا جبت جبنة قريشة انا بسميها جبنة القريش وعلبتان طونة بالزات انا ما بستعمل الزات اللي فيها لانه بفضل ان يضيف عليها شوية زيتون جبت هيدا البنادورا البنادورا متل ما شايفين الكيلو صراحة بثنان يورو ونص تقريبا هك شي هيدا اليوم التاريخ اليوم اشتري ايضا انا بحب استعمل على فكرة لما روح اشتري جيب كياس ورق لما يكونوا حاطين دايما بياخد بكياس الورق وهيدا سمك القاد مجفف مجفف مجمد طبعا هو في لابدون اعضام دغري على الفريزر هلأ وهيدا البيض صالني فترة ما عم لاقي بض ابيض بالسوق فجبت اليوم الحمد الله كان فيه جبت عشر بيضات البيض هو من البروتين كتير مهم لانه وهيدا الكفير الكفير هيدا مكتوب عليه راو الراو هون معناته انه مش مطبوخ يعني سويينه بطريقة الحليب والكل شي فيه بعده مش مطبوخ فهيدا جرسومة المعدة كتير مهمة هيدا الكفير هيدا هو اللي هو شايفين هيدا الحنطة صراحة انبسطت كتير لما لقيته كتب عم ببرم عليه صار لفترة وبعدين شفته فاخدت منه اتنينيتهم طبعا عضويين وعندي هيدا اللبن اللي قبل شوية عملت لكم فيه اللبنة وعملت فيه كمان قصة منه للترويق الصبح هيدا كمان بنزلينه جديد بالسوبر ماركت عنا اول مرة بشوفه باللي حد يمكن نزلينه بمكان تاني وهلأ اه اليوم شفت عنده النباتات حلوة فاخدت اول الشي نبتة زعتر بس طبعا هيدا الزعتر مختلف عن الزعتر اللي نحنا بنعمل فيه المناقش عادي طبعا هيدا النبتة اللي هصوره لكم اياها بدي حطها مع الزات الزيتون وتشوفوا كيف لحق اعملها وهيدا النبتة الورد التاني ما بعرف لحطها جوات البات او ازرع بر لهلأ ما قررت مهم جبتة هلأ حطيتها مع الزريعات جوات البات وبس يتفى شوية الجاو بدي ازرعها بتوقع خلاص بر هيدا هي مشترياتي لليوم اللي عم فرجيكم انه المشتريات انه نحنا بنقدر نغير بطريقة شراءنا للاشياء يعني متل ما شفته فيه تنوع بالمشتريات عندي كل مرة عم يكون فيه شغلات مقررة مثل الكينوة لانه صار شيء اساسي البندورة مش دايما بيشتري بندورة حسب طحين هيدا اللي هون بيسموه اللي هو الحنطة كمان حبي جربه صراحة ما مجربته من قبل فيه منه خبز بالسوق بالسوبر ماركت بس ما مشتريته انا من قبل صراحة بالنسبة للخبز السوبر ماركت انا نادرا ما اشتري خبز من السوبر ماركت بشتري بس نادرا يمكن مرة كل كم شهر بفضل انا ازا بدي اعمل خبز انا سوي خبزاتي بالبات الزيت الزيتون كمان شيء اصلي وشيء مهم كتير بالنسبة لالي هلأ بدي ارجع احكي بشكل عام عن المشترياتي متل ما شايفين المشترياتي انا ما فيهون اه شغلات مطبوخة جاهزة شغلات معلبة شغلات هايك كلها يتا بتكون شغلة واحدة متل الزيت الزيتون اللبن هادي الاساسيات نجي هلأ للمجلات الموجودة عندنا نحنا بالسوبر ماركت نحنا طبعا هون في كذا السوبر ماركت مشهورين بهولندا ومتوجدين بكل الاماكن والمدن والكرة والاحياء الهولندية مثلا انا بمنطقتي في مثلا البرت هاين في بليز في ديكا ماركت هادي ثلاثة موجودين عندي طبعا بشوي ابعد في عند الالدي وفي عند الليدل هادي كمان مجلة اسبوعية هي بتكون للتنزيلات طبعا هيدا فينا نستغني عنها ونروح نحنا نغرب ننزل الاب على تليفوننا ونصر الرائب نحنا كل السوبر ماركات التخفيضات اللي عنده ونحنا نشتري من التخفيضات وعندنا مسلا هادي بيعملوا ركلامة او دعاية لمنتجاته النفسة انه انا ازا عندي هادي المنتج او هادي مسلا البرجر اللي بدي اعمالها ساندويشة البرجر متل ما نحنا شايفينا فهيدي مكوناتها انا ازا بدي اكل هادي ساندويشة طيبة فمنهم بدي يروح اشتري فبيعطوك هني الافكار كلية او بيعطونا الافكار كلية طبعا نحنا كمسلمين اللحمة والدجاج المفروض ما ناخدوا نحنا من السوبر ماركات الهولندية لانه مش مدبوحين عالطريقة الاسلامية والحمد الله بهولندا متوفر مسالخ اسلامية باشراف اتراك ومغاربة بالتبح الحلال الحمد الله متوفر والله يديم علينا من نعمة هلأ في شغلي حلوة عملوها او لفتي حلوة عملوها الهولنديين وطبعا الهولنديين شعب ابدا منه عنصري فبنشوف هلأ بالسوبر ماركات الهولنديين نفسهم في زاوي بيحطوها مثلا بالتلاجة بتكون مخصوصها للحم الحلال والدجاج الحلال بتكون جايبينها فعلا من مسالخ اسلامية بالنسبة لإليه فضل ايخد من عند المغاربة والأتراك لحمة طازة تغري مباشرة من عندهم نرجع هلأ لهيدي المجلة عندهم افكار كتير حلوة صراحة انا عم بقلب فيها للمجلة صراحة شاهدتنا وجيت عبالي افكار كتير حلوة سويها من هايدي المكونات الموجودة طبعا مثل ما قلت لكم نحنا فينا ناخد الفكرة ونمشيها من احنا مثل ما بدنا وطبعا هيدا النوع الخبز هيدا الباكات الهولندي هو فرنسي بالاصل صراحة كتير طيبة مرة اشترت منه وفرجاتكن ولما حطيت عليه جبنه هاي كرقائك رقيقة وحطيتها بالفرن كتير طلعت طيبة بعد كلها مشاوي افكار الصورة صراحة مغرية وهي على فكرة للمشاوي هلا ما اتماقلت لكم خلصنا منها هيدا للمشتريات تعطيكم افكار شو بدكم تشتروا لفتلي نظري اول ما فتحت الصفحة هيدا الخريطة تعال هولندا حطيتنا عليها تحت فيه مثل الجدول حطيتنا عليها معلمين اشارات على كل الخريطة الاماكن الحلوة اذا انتوا حابين تروحوا عليها وانحابين تروحوا بهولندا شمت هوا فهيدا موجودة كمان هان طبعا منتجاتهم بالتخفيضات كل اسبوع شو عندهم التخفيضات بينا نشوف طبعا هانا المربة هولنديين مشهورين بالمربة وصراحة مربتهم طيبة لو لا السكر اللي فيها طبعا نزلوا هلأ انواع بدون سكر او بحطوا سكر تاني فحسب انا اذا بيجي عابل مربة فبعمل مربيتي بالفات بطريقة صحية اكتر عندهم هوني الهليون كمان موجود كتير بهولندا وخاصة شربة الهليون عندهم كتير طيبة افكار وصفات يعني هادي المجلة هي دعاية للمنتجات اللي عندهم وبنفس الوقت كأنه كتاب طبخ يعني نحنا اللي ما بيعرف يطبخ مثلا بيروح للسوبر ماركت بيقدر يجيبها وبسرق اسبوعيا تجي افكار حلوة حتى ينفذ هادي الافكار ويسوي اكلته بايده وانا بشجع عليها صراحة هادي انواع السلطات كمان طبعا هذا القسم هلأ انواع السلطات وانواع الشاربة وانا كتير بحب الشاربة يعني انا كمان بالبات لازم مرة مرتين بالاسبوع اعمل شاربة كتير بحبها وشاربة بالنسبة للي بتكون طبق اساسي مش طبق جانبي او بقدم ببلش بالشاربة وبعدان هو طبق الاساسي عند الشاربة طبعا هادي الماركة مقاطعة دايما نحن هلا عم ننتبه الحمدلله في وعي انه في بعض المنتجات داعمة فعمصر مقاطعة لبعض البلا ما نحكي كتير فاهمنين علي المهم هوني كمان افكار حلوة هادي اللي حقلكم هادي الشغلات طيبة مش عام بلكم مش طيبة وقد تكون حلال ببعض المنتجات مننا حلال ما فيها ابدا اي شي ولكنها ابدا منا صحية ما بنصح فيها ابدا يعني فضل انا اسلق بايد مع بطاطا واهرسهم بالبيت اعملوا انقصلتها من ان اشتري بايد وبطاطا مع بايين مواد حافظة ونكهات صناعية وغيره من السوبر ماركت اسهل ولكنها مش سليمة مش صحية ما بنصح كن ابدا فيها شربت بتجنت شربت البندورة شربت العدس الهولنديين مشهورون فيها شربت الفطر شربت الهليون هادي كلها انواع شربات الموجودة عندهم وصراحة المجلة مغرية كتير بالافكار اللي فيها كتير مغرية فاللي عايش باوروبا اذا متوفر عندكم باماكنكم هيك مجلات بنصحكم فيها اول شي لحتى تأول لغتكن لحتفيدكن كتير بتقوية اللغة خاصة اذا الجدد جايين على هولندا او اوروبا فهادي المجلة هي كلماتها سهلة بسيطة وبنفس الوقت بتساعدكن على الكراءة وتعلم لغة اهل البلد فهادي المجلتين انا بجيبهم صراحة هنه مجانية بتسلى فيهن وبيخد افكار الشغلة التانية هيدي الجريدة هادي الجريدة اسبوعية بمدينة هارلم طبعا كل المدن الهولندية كل مدينة الى جريدتها الخاصة وما اكتر الجرائد الخاصة الموجودة بهولندا فحتى عنا للكتار فائلون جريدة خاصة في كزا يعني جريدة هنه مجانية وفيها اخبار هولندا كلها اذا بدكنش يوم بس نعمل حلقة نجيب الجريدة ونقرأ الاخبار بتفولي بالتعليقات فبيختاركم اخبار من جريدة اسبوعية وبعطيكم الاخبار اللي فيها طبعا هي ميش بس للاخبار مثل ما شايفين هلا هاد الزاوية فيكن تتسلوا تعملوا هاد الكلمات نجمعهم العاب وفيها طبعا دعايات فيها اخبار فنية فيها اخبار سياسية فيها اخبار بتخص نفس المدينة مثل ما شايفين هون مثلا محلات دعايات وهيكي تخفيضات فهيدي الجريدة كمان مجانية جرائد مجانية فمتوفر عنا بكل مكان بكل سوبر ماركت عندهم زاوية بحطوا فيها كل شيء ورائيات خلنا جريدة مجلة مجلة للدعاية كمان كله مجانة بيكن تاخدوهن وتمشوا بدون ما تدفعوه يعني حقهم هيدا الفيديو لليوم بشوفكن عخير وفي امر رب العالمين اشتركوا في القناة